أرأيي السلام الحالية حالة الإحباط التي تسود بلادنا وحالة التشرذم والانقسامات وتغليب المصالح الخاصة على المصلح العامة واستهداف الأمن الإقليمي لقد عرضت اليوم استقالتي على فخامة الرئيس وقد تمنى علي التريث في تقديمها والاحتفاظ بها لمزيد من التشاور في أسبابها وخلفياتها السياسية فأبدأت تجاوب من هذا التمني سعد الحريري وعلت في هذه الأثناء على التصفيق سعد الحريري وإن situación حدثي أولادنا في التصفيق سعد الحريري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة